السلام عليكم ورحمة الله اليوم الحديث كتير مهم عن الأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3 والأوميغا 6 خطأ كبير بيقع فيه عدد كبير من الناس لما تتبع نظام الكيتو أو أنظمة أخرى صحية بيسبب عندهم زيادة بالالتهابات بالجسم وأعلام المفاصل والعضلات وهذا الخطأ ممكن تتجنبه فقط من خلال الأكل الخطأ هو أنه معظم الناس بدون ما يدروا بيستهلكوا كمية كبيرة من الأوميغا 6 تصل إلى 20 ضعف أكثر من الأوميغا 3 والصحيح أنه نسبة استهلاك الأوميغا 6 يجب أن تكون أقل من ذلك بكثير الأوميغا 6 والأوميغا 3 لازم يكون في بينهم توازن يعني في حال واحد ارتفع حيأثر على الثاني في واحد انخفض حيأثر على الثاني والصحيح هو استهلاك كمية أكبر من الأوميغا 3 مقابل الأوميغا 6 أو على الأقل تكون النسب بيناتهم متساوية يعني one to one طيب ما هي المشكلة وما علاقة ذلك بالالتهابات وألم المفاصل ومشاكل العضلات الأوميغا 6 فيه إلو دور مهم بالجسم ولكن لما يستهلك بكمية أكبر من الأوميغا 3 بيسبب التهابات بالجسم مشكلة أنه موجود بأغلب الأطعمة اللي نحن منتناولها بشكل يومي حتى المكسرات والبذور اللي تعتبر صحية وفيقلها فوائد كتير غنية جدا بالأوميغا 6 وبالتالي ما فيها أوميغا 3 وأيضا الناس بالكيتو اللي حتى بيستهلكوا زبدة وسمة وكريمة والجبنة هاي الأكلات مسموحة ما فيها شيء ولكن هل تعتقد أنه من خلال أكلك لهي الأمور رح تحصل على حاجتك من الأوميغا 3؟ الجواب طبعا لا أما الأوميغا 3 فللأسف أطعمة قليلة جدا هي اللي تحتوي عليها هاي الأطعمة إما يتم استهلاكها بكمية قليلة وبشكل خاطئ أو بعض الناس حتى ما بيستهلكوها أبدا وهذا قد يكون أهم سبب أنه بتعاني من ألم المفاصل والتهاب المفاصل أو الشد والألم العضلي ببعض الأماكن بالجسم وغيرها من الالتهابات الأخرى بالجسم مع أنه الشخص ممكن يكون ماشي على الكيتو وقف السكر وقلل النشويات وأكله صار نظيف ولكن خطأه هو أنه ما بيستهلك الأوميغا 3 طيب ما هو حل هاي المشكلة وكيف ممكن نتجنبها؟ يجب الأكثر من الأطعمة اللي تحتوي على الأوميغا 3 ليرجع التوازن الصحيح بجسمك هاي الأطعمة أهمها هو الأسماك والبحريات خصوصا الأسماك الدهنية مثل الساردين والسالمون والماكريل حتى والصدفيات والقشريات جميعها تعتبر أفضل مصدر متاح للجسم للأوميغا 3 أو تناول مكملات زيت السمك لأنها سهلة ومتاحة للجميع ولكن نصيحة بتاعد عن الأنواع الرديئة واللي كتير بيكون سعرها رخيص وفيها زنخة لأنه هاي الأنواع مثل قلتها يعني إذا ما بتاخدها بيكون أفضل لذلك استثمر مبلغ صغير زيادة لحتى تاخد نوع يكون مضمون وتستفيد منه وفي حال ما كنت بتتناول مأكولات بحرية بانتظام يفضل أنك تاخد باليوم لا يقل عن 1 جرام أوميغا 3 بيكون بين الـ EPA والـ DHA أيضا البيض واللحوم لو كانت عضوية ولو كانت تتغذى على الأعشاب فهي تحتوي كمان على نسبة جيدة من الأوميغا 3 وأيضا بذور الكتان هاي من الناحية النباتية بذور الكتان وبذور الشيا تحتوي على الأوميغا 3 ولكن يحتاج إلى أن يتحول بالجسم وهذا يعني أنه المصادر الحيوانية من البحر خصوصا أفضل من المصادر النباتية لأنها متاحة للجسم بشكل أفضل أنه يستفيد منها ويمتصها بشكل كامل واللي بدي نبه عليه أنه نحن دائما منقول في بعض الأمور هي ما بتطلعك من الكيتو صح يعني أنت إذا أكلتها بتضل بالحالة الكيتونية ولكن هي مو صحية هذا أكبر مثال طبعا على إيش أنا بقصد أنا بقصد الزيوت النباتية الزيوت النباتية بجميع أنواعها تحتوي على أعلى نسبة من الأوميغا 6 بالتالي أي نعم هي ما بتخرجهاك من الكيتو يعني ممكن تستهلكها بكمية قليلة في حال أنك تطريت ولكن يفضل أنك تبتعد عنها وتستبدلها بزيت الزيتون وزيت الأفوغادو أنا بالنسبة إلي بأخذ أكتر من قرام من زيت السماك لأني بشوف أنه يعني محتاج أكتر من هاي وكتير إلو فوائد لو أخذته أثناء الصيام المتقطع بالتالي بتقدر تأخذ قرام أو ممكن تتجاوز هاي النسبة يعني قرامين أو ثلاثة قرامات بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه لا تنسوا دعمي ودعم قناتي بالضغط على زر اللايك وإذا هاي مو أول مرة بتشوفوا هالصلعة اشتركوا بقناتي وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وشكراً على المشاهدة